دلوقتي مشاهدين معد مجز الأهم الأخبار معالميا شكرا لك شازلي التساء صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس أوزباكستان شوكة مرديعيف جلسة مباحثات وكان الرئيس السيسي قد استقبل نظيره الأوزباكي بمطار القاهرة الدولية في مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر أرسلت مصر قافلة محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية لدولتي سوريا وتركيا بحران تأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجهة الرئيس السيسي بمواصلات تقديم الدعم والمساندة للشعبين السورية والتركية في مواجهة أثار الزلزال وشملت المساعدات مئات الأطنان من الأغذية والأدوية وكميات كبيرة من الخيام والبطاطين لقيا سبعة أشخاص في تركيا وسوريا مصرعهم من جراء زلزالين بقوة 6.4 و5.8 درجة ضرب شمال سوريا ومحافظة هتاية تركيا الجنوبية وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين وأعلنت الحكومة التركية أن زلزال أسفر عن إصابات العشرات من بينهم إصابات خطيرة كما أسفر عن انهيار مبان متصدعة يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في موسكو خطابا أمام النخب السياسية الروسية وأوضحت مصادر الروسية أنه من المتوقع أن يخصص بوتين الجزء الأكبر من خطابه للحرب في أوكرانيا يأتي هذا قبل أيام من ذكرى مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي خلفت آلاف الضحايا من الجانبين وتأزم الاقتصاد العالمي أعلن وزير الخارجيات الصينية تشينجانج أن بلاده قلقة للغاية من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي يتفاقم وأضاف وزير الخارجيات الصينية أن الوضع بات يخرج عن السيطرة مشيرا إلى أن بكين تعمل على تعزيز حوار السلام بشأن الأزمة الأوكرانية ومعالجة مخاوف كل الأطراف والسعي أيضا لتحقيق الأمن المشترك يأتي تصريح الوزير الصينية غدا في بلاده الاتهامات التي وجهها إليه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ومفادها أن بكين تفكر في تزويد روسيا بأسلحة لمساعدتها في العملية العسكرية بأوكرانيا أعلن مفاوض الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول الرابع والعشرين من فبراير الجاري وقال بوريل خلاء مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن فرض العقوبات هو التزام أوروبي مشاهدين انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل